وكانت الملائكة تتعامل معها قرأتم الأحاديث والروايات عرفتم هذه الحقائق هل عرفت هذه الأمة الإسلامية أي قدر لفاطمة؟ لا والله ما عرفوها ومن ذا يعرفها؟ من ذا يستطيع الإحاطة بكنهها إلا أن يكون أبوها رسول الله وبعلها أمير المؤمنين والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم حديثٌ أنقله لك وهو مرويٌّ من طرق أهل الخلاف أيضاً تجده في بعض مصادرهم وقد حاولوا تضعيفه كعادتهم هذا الحديث في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتجده أيضاً فيما أخرجه الحافظ الإمام عندهم ابن شيرويه الديلمي ينتهي سند هذا الحديث إلى ابن عباسٍ يقول لَمَّا زُفَّتْ فَاطِمَةُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا الآن هذه الزَّفَّة العرس هذا الزهراء عليه السلام تُزَفُّ إِلَى عَلِيٍّ كيف زُفَّتْ؟ يقول كان النبي صلى الله عليه وآله أمامها وجبريل عن يمينها وميكائيل عن يسارها وسبعون ألف ملك خلفها يسبحون الله ويقدسونه حتى طلع الفجر موكبٌ إلهي يأمر الله أن الزهراء عليه السلام لا تُزَفُّ ولا تَخْرُجُ إِلَّا وَيُشَايِعُها كلُّ هؤلاء سيِّدُ الخلق أولًا في المُقَدِّمَة جَبْرَئِيلُ عَلَى الْمَيْمَنَةِ ميكائيلُ عَلَى الْمَيْسَرَةِ سَبْعُونَ أَلْفَ نَبِيٍّ خَلْفَهَا يُسَبِّحُونَ اللَّهَ وَيُقَدِّسُونَهُ لماذا؟ لأنهم يُشَايِعُونَ سَيِّدَةَ الْخَلْقِ سَيِّدَةَ إِمَاءِ اللَّهَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ هَذِهِ لَيْسَتْ كَأَيَّةِ امْرَأَةِ لَهَا وَضُعٍ خَاصٍ لا تمشي هكذا لابد أن يرافقها من يرافقها لمشايعتها في موكبٍ إلهيٍّ خاص لابد أن يرافقها من المشايات